أهلا وسهلا فيكم ضمن فقرات يسعد صباحك من السلطة الأبية التي أحب اليوم معنا قصة نجاح ملهمة جدا شخصية جمعت بين التميز الأكاديمي والشغف العملي رغم أنه في تحديات وصعوبات عند هاي الشخصية مثل الإعاقة الحركية إلا أنها ما أعاقتها على السير نحو الشغف والعطاء وكان حائز على جائزة الموظف المتميز على مستوى محافظة البلقاء ترك بصني في مجاله أنا عم بتحدث عن الأستاذ أكرم العلي مسؤول المختبرات في مديرية التربية والتعليم في السلطة أدخل أتعرف عليه عن قرب في عالمه المليء بالكيميا والتجارب خليكم معنا أهلا وسهلا فيكم من جديد وصلنا الآن مع الأستاذ أستاذ الكيمياء أكرم أمير العلي بدي أقول لك مبروك على الجائزة الله يبعد فيك يا رو ما شاء الله صيرة ذاتية غنية جدا بالمواهب وحافلة بالثقافة والتصميم والخط العربي كيف جماعت هاي المواهب وهاي المعلومات مع بعض شوفي أنا بالأصل قبل ما أكون في الكيميا أنا أصلا خطات وديزايلر يعني من صغري كنت أشتغل خطات ورسام فلانا لما أنا درس الكيميا ربطت ما بين الفن والغرافيكس مع الكيميا نحن معروفة الكيميا مادة جامدة وصعب تدريسها فليش ما أنا أربط الكيميا هاي بالحياة العملية تعتنا الحياة اللي هم نعيشها بالتجربة وكمان بالملابس بالأكل اللي إحنا نتداول وليش يعني ما أربط هاي الكيميا في هالشغلاتاي كلها فصرت المادي مثلا نغد مثلا عن الحمود مثلا أنا بروح بربطها في الأكلتان مثلا أغدنا مثلا عن الكافين بربطها بالكوفي لما إحنا كنا طلاب أو حتى طلاب حاليين بيكون عادة في خوف من هاي المواد الفيزياء الكيميا بسبب الجمود وعدم مشاركتهم أو في التجربة كيف جماعة أنت ما بين التصميم والكيميا لتصير يعني هاي المواد سهلة وممتعة عند الطلاب الأستاذ هو عبارة عن فنان بالأصل فإذا أنت ما كنت فنان في تدريسك فهتكنت أكيد ما تقدر توصل معلومة للطالب فالمعلم المتميز ممكن يربط العلم اللي يبعطي سواء كان فيزا ولا كيميا ولا حتى رياضيات بربطها بالحياة تعيثنا فتلاقي الطالب يتشوق لهذه المادة أما الطالب اللي يبعطيك أول معلم اللي يبعطيك المادة جامدة فأكيد أنت حتزك منه وستكره المادة كلها في الحديث عن ما شاء الله الكتب والمؤلفات الكثيرة حتى في قاموس قداش هذا الشيء ساهم في تعزيز مكانتك في مجال التعليم لا شوفي أنا عندي الموسوعة العلمية الكيميائية وعندي قاموس الكيميا وفي عندي قاموس المركبات الكيميائية وأيضا في معاي عندي شغل مع الجمعية الكيميائية الأمريكية اللي هو الأمن والسلام في المختبرات الإصدار السابع والإصدار التاسع الآن المشكلة للكتب هاي أو شو عاملة الكتب هاي أول شيء أنه عطتني مجال للبحث وأنه أبحث عن المعلومة الصحيحة لأنه تتعرفين أنه تسوي أو تألف موسوعة معاته أنت بدك تشتغل شغل مش طبيعي بدك أن تشوف أبحاث ودراسات إلى خير حتى تطلع بالمعلومة المختصرة أهم شيء كمان فيه شيء يعني الزملاء الحواليك هذا هو ممكن يكونه أكبر داعم لأي فكرة أو مشروع أنت ممكن تتعمله رئيسة القسم نفسه أو رئيس القسم أو المسؤول عندك هذا إذا أعطات كل الصلاحيات ويسر كل أمورك فأكيد أنت حتبدأ بشغلك الأستاذ أكرم تخصصه كيميا معه شهادة الماجستير بالكيميا مسؤول مختبرات العلوم عندنا بالقسم إنسان يستحق أن نصلط الضوء عليه من دوي الاحتياجات الخاصة له عدة إنجازات فاز في جائزة الموظف المثالي على مستوى المحافظة البلقاء بدنا نحاول ندعمه نوصله لأي جهة بتقدر تساعده بالعلاج لأنه موظف متميز وإن شاء الله رح تشوفه أعماله وإنجازاته كلها داخل واختبره قديش مهم تأثير البيئة الداعمة والزملاء في وصولك إلى ما أنت عليه الآن كثيرا يدعموني يعني عندي الأستاذ حشام العلوين ما شاء الله عليهم دائما دعمي لي السيدة زهر زهر زيادات نفس الشيء دعمي لي أيضا من الأقسام الثانية في عندك يعني باقي الزملاء كلهم ما شاء الله عليهم يعني بدعموه تماما شو بتعني لك جائزة الموظف المتميز على مستوى محافظة البلقاء هلأ شيء كثير نكون مميز على مستوى محافظة البلقاء طبعا شيء كثير هذا دعم بدعمك لأنك تشتغل أكثر طبعا نحنا اتشرفنا بمعرفتك وشكرا على وقتك في الختام ايش بتحب توجه رسالة لزملاء في قطاع التعليم وتحديدا أساتذة الكيمياء إنه ما في شيء اسمه صعب في التدريس أنت يعني ممكن تدرس بطريقة إبداعية وهس الآن برغامج كبيرتر كثيرة فحاولك تربط العلم اللي عندك يعني العلم التعطي لطلابك بالحياة الواقعية اشتركوا في القناة